نحن موجودين مع أنوار أنوار كيفك؟ الحمد لله أنوار شو فكرتك؟ أنا عامل شاحن لللابتوب والموبايل عن طريق الحركة جهاز اختراع هذا هو بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية لحتى نقدر نشحن فيها الموبايل واللابتوب نقدر نستعمل هذا الجهاز ونضعه في الجيبة ونحن نحن 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 يحول الطاقة الحركية إلى الطاقة الكهربائية لحتى يشحن فيها الموبايل ممكن نحن هنا لدينا مخرج للـ USB ونشحن فيه أكثر من 5000 جهاز موجودة حول العالم لأن معظم الأجهزة تشتغل على الـ USB تشحن على الـ USB مستخدم أنا الـ iPhone والـ iPad والـ iPad ممكن لدي أكثر من شغلة ممكن يستعمله ممكن يضعه هنا مثل الساعة مثل الساعة هذا هذا الجزء الصغير يضعه هنا ويضعه في يده طول ما أنا ماشي يتحرك يشحن الجهاز هذا ويستعمل فيه الـ iPhone أنا مثلا ما بدي أضعه على يدي ممكن أنا أضعه على فخدي رايح بدي ألعب طابة ماشي بدي أمشي بدي أتحرك أكثر جزء يتحرك بجسمي هوه فخدي أكثر شيء يتحرك فمشحن الموبايل بأسرع طريق ممكن فيه عندي كمان شبه ثاني إذا أنا ما بدي أضعه على فخدي ممكن أضعه بهي فيه هم سلسولي ممكن أضعه ممكن أضعه بهيك ممكن أضعه بالحزام بأي مهل ممكن هاي شغلة زيادة للصوايا للشعر ورا بدان ما يكون هون فيه وردة مصير منحط هارت أكيد وبتشحل التيفون على الحركة يعني نحنا ما خلينا شغلة إلا طلعنا منا هوا ما ضرب بس بس ممتاز ممتاز هذا منتج كويس بس فيه منتج مثل هذا بالعلم يعني فيه ثاني فيه شركة إن باور شركة أمريكية عاملة المنتج بيشحن الموبايل على الحركة بس هداك المنتج حجمه أكبر من هات أولاً ثانياً هداك ما بيطلع باور مثل هاد هلا هاد بيطلع 25 واط هداك بيطلع 2.5 واط هداك أتقل وزنه تقيب هداك ما بيشحن يعني غير مثلاً آيفون أو بيشحن أشياء محدة هدا ممكن يشحن كتير أشياء وبيعطيكي فوال باور أكبر أكبر باكتير فهي ميزات تفرق عن الانت باور الموجود بالسوق مبتاز وفي أي بلاد بدك تسوق هذا المنتج بطلع أهو أحسن شي بتوقع هو أمريكا والبلاد الأوروبية إنه كتير مهتمين بمجال الطاقة البداية ببلاد العربية شوي صعبة لأنه منتج جديد بس دائماً كل المنتجات الجديدة بتبلش تنزل بأمريكا بعدين نسلم بألمانيا فحتى الناس هونيكي مهووسين بشغلة الباور يعني والطاقة مهتمين فيها كتير فمنبلش هونيكي منصير نبعد على البلاد العربيين أو طيب وهذا فكرة كويسة للبيئة سعى؟ أكيد هذا مصدر يعني نضيف للبيئة إذا حكينا أعداد كبيرة كتير من على بصارة استخدم استخدم هذا الجهاز فهي حتحمي البيئة من الأبخرة التي تصدر من النفط من السيارات من الكهرباء لأنه نحن الكهرباء عم ناخذها عبارة عن محركات احتراق للنفط فنحن نخفف كتير هذا الاستهلاك هناك أرقام عندي جاهزة إذا كان لدينا مليون مستخدم في تركيا عم يستخدم هذا الجهاز ليشحل الموبايل تبعه يوميا فهو يوفر أربعة ومص مليون واط يوميا أذل اللاتو بدي يوفر بحدود 65 ميجا واط يوميا وهذا كتير يساعد البيئة على الحفاظ عن نظافته ممتاز وكيف كان الفيدباك بالجيس؟ كان كتير رائع ومبارحة أنا حملت البريزنتاج تبعي بس بدون ما جيبه هاد وفزت فاليوم حابب جيبه مشان فاجئ حقا إنه جهازي بيشتغل وبقدر إشحن فيه أي نوع من النوع الموبايل فهو مستنى المفاجأة اليوم أوكي بدنا نشوف هذا الشركة منك لازم تعمل الشركة يعني سنة إن شاء الله سنة مصب كون جهزي و كون صدير إن شاء الله تمام تمام شكرا أفضل